أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعاتنا على يوم الاثنين سبعة شهرين الثاني نوفمبر طبعا اليوم بداية تأثيرات الخسوف فعشان هيك ابتداء من اليوم بدكوا تأخذوا حذركوا لأنه اليوم القمر رح ينتحس بنسبة عالية جدا فها بدكوا تكونوا حذرين خلال الأيام القادمة اليوم القمر برضو الآن موعد بث الحلقة القمر موجود في الحمل وفي ساعات الصباح رح ينتقل برج الثور وفي عنا خلو مسار وعنا زوايا صعبة جدا واليوم بداية زاوية خطرة جدا طبعا أول إشي القمر الآن موجود في برج الحمل في منزلة البطاين وهي منزلة جيدة لتهدئة النقوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد ورح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة تسعة واثنان وعشرين دقيقة من مساء الليل الأحد لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومن المناسب بهذه الفترة أو هاي الفترة مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور وبما أن القمر موجود من الآن لغاية ساعات الصباح في برج الحمل معناته من الآن ولغاية الصباح نشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن ما بنصح بالبداية بالمشاريع الجديدة لأنها فترة خسوف ولكن في هاي الفترة برضو بصير في عنا احتمالية للتسرع وتصرفات متهورة شوي يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبرا في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يقانع في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في هاي الفترة طبعا هاي الفترة بتظل جيدة لفحص العيون إذا استدعى الأمر لذلك وأيضا ممكن إدخال تعديل على قصة الشعر وإقامة حفل ما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل طبعا بعد يعني الآن موعد بث الحلقة تأثيراتها موجودة ولغاية ساعات الصباح اللي هو صباح يوم الاثنين اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي ذكرناها يوم أمس بين القمر وبين بلوتو هاي ذروتها ساعة عشر أو تسعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة عشر أو تسعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر خلو المسار حتى الصباح حتى ساعات الصباح صباح يوم الاثنين الساعة خمسة واربعتاشر دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الثور يعني الساعة خمسة واربعتاشر دقيقة خلاص القمر بكون انتقل واستقر في برج الثور عشان هيك من ساعات الصباح منشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار أيضا لاهتمام بمسائل تتعلق بالعقارات بيعشراء استئجار أو قضاء وقت ممتع بالبيت أو مثلا جلسة عائلية بمشاهدة التلفاز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم كلها زوايا بطيئة تأثيراتها أول زاوية اليوم بدأت تأثيرها وهي من الزوايا الخطيرة جدا هي زاوية التربيع السلبي اللي بين الشمس وبين زحل وأيضا الشمس الآن بدأت بمرحلة المقابلة ما بينها وبين أورانوس فهنا هاي تشكيلة تشكيلة خطرة جدا طبعا تأثيرات هاي الزاوية من اليوم 7-11 ولغاية 15-11 ذروتها يوم 11-11 وهاي رح يكون في تمام الساعة 8-3 دقائق صباحا من يوم 11-11 هاي الزاوية بتخلق مصاحبه عرقيل محتاج أن نبذل جهد أكثر والتصميم الإرادة لتجاوزها أما دوليا فهي بتدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم وصناعة ثقيلة وبرضو بصير فيه نوع من أنواع الإضطرابات في البورصة والأسهم وبرضو بقل اهتمام الحكومة بدور العجزة أو المتقاعدين أو الفلاحين أو عمال المناجم وهاي برضو ملاحظة لبعض الدول اللي في خلال يوم 11-11 تحديدا هم منفكرين يعملوا إشي فهاي بتزيد من تضييق الخناق الأمني على الشعب وبزيد نفوذ المحافظين والتطرف والتعصب لدى بعض الجماعات يعني فترة فيها نوع من أنواع العنف الغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين أورانوس وحكينا أن هذه زاوية سلبية بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب وكما أنه بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم هذه الزاوية طبعا تأثيراتها من يوم 6-11 لغاية يوم 12-11 ذروتها يوم 9-11 الساعة 8 و 26 دقيقة صباحا غالبا في هذه الفترة ما تحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات وفي هذه الوضعية دائما بيصير في نوع من أنواع التغييرات أو أزمات مفاجئة في حكوم ما واحتمال إضرابات واشتباكات مع سلطات بسبب تضييق الخناق على الحرية العامة وبالدلل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 7-11 يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي الزاوية تأثيراتها لغاية يوم 14-11 عادة عند حدوث هذا الاتصال بتدع عزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب يتعذر فهمه وبيزداد التوجه لإجراءات اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية سلبي منفصل بين زحل وبين أورانوس وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 16-11 هذه الزاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبتدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة واللي اليوم ذروتها هي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين زحل وهاي الزاوية طبعا تأثيراتها لغاية 9-11 اليوم ذروتها الساعة 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بسبب هاي زاوية بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة وبعض المؤسسات المالية والأبناء بتعرف اضطراب في المداخيل بسبب سوء التدبير والتبذير واللي بيشتغلوا في مجال البورصة والأسهم أو المضاربات المالية فدولا بدهم يكونوا حذرين جدا خلال هذا اليوم لأنه في حركات بالأسهم مش مدروسة أو مفاجئة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم أما من ساعات الصباح فبيصير عندنا الأعضاء الأكثر حساسية العنق والحنجرة الحفال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة لهذا اليوم طبعا بدأت مراحل الاكتمال وخسوف القمر عشان هيك العمليات الجراحية الكبيرة ما بنصح فيها نهائيا إلا إذا كانت عمليات اضطرارية ما في مجال لتأجيلها أما أي عملية جراحية أخرى فأنا بنصح بعملية تأجيل بهاي الفترة بالنسبة لعملية إزالة الشعر الزائد طبعا تصلح يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالأمور الأخرى هذا اليوم يعني يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الثور معنى تخلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء التسعة أحداش في تمام الساعة أحداش وتسعة وخمسين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة وحدة وستة وثلاثين دقيقة بعد الظهر لا يستقر القمر في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره تلات عشر يوم وفي تمام الساعة وحدة وتسعة واربعين دقيقة عصرا بصير عمره أربع عشر يوم نسبة الإضاءة تصير خمسة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنان وعشرين احداش هي الآن سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعادة لسبعين في المية في ساعات العصر بترجع بتنزل نسبة السعادة لخمسة واربعين في المية القمر في برج الحمل الآن وفي ساعات الصباح ريح ينتقل لبرج الثور ورح يمكث في برج الثور لغاية يوم تسعة احداش هو الآن سعيد بنسبة ثلاثين في المية ولكن في ساعات الصباح بتنزل نسبة السعادة لخمسة عشر في المية في ساعات الظهر خلص بيبلش تأثيرات الخسوف فعشان هيك بصير منتحس بنسبة 15% ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 50% في ساعات المساء المتأخرة بترتفع نسبة النحوس إلى 75% عطارد في العقرب حتى يوم 17-11 هو الآن سعيد بنسبة 10% ولكن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 منتحس بنسبة 15% المريخ في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجح حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانس في الثورة بيتراجح حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة يعني من الآن لغاية ساعات الصباح وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم بتهتموا بمظهركم وبعض التغييرات وتعتبر هاي بداية جيدة ولكن ضبط الأعصاب مطلوب أما في ساعات الصباح بيصبح يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتك بتنشط بالاتصالات والزيارات وبتهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن اليوم تعالج بعض المسائل الإدارية والتمولية اللي بتتطلب منك توقيع أو متابعة ولكن ما في مجال لاتخاذ أي قرار حاسم بخصوص الأمور المالية وأي مغامرة مالية مرفوضة وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضيع أو من بعض المحتالين برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بيتطلب منكم هذا اليوم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بدكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم وراحتكم من الآن ولغاية ساعات الصباح عشان هيك بتظلوا شاعرين أن طاقتكم ضعيفة وفي بعض التقلبات اللي إلها علاقة إما صحيا أو نفسيا أما في ساعات الصباح فالأجواء بتتغير تماما لأن القمر بصير عندك ولكن بدك تحذر من الخصوف اللي بيأثر عن نفسيتك وتقلبات المزاج عندك ولكن بتصبح ثقتكم بأنفسكم أكبر وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا هاي الفترة فيها نوع من أنواع الاستثنائية ولكن لولا أن القصوف شوي بأثر عليكم فبتكت تنتبهوا كمان ثلاث أيام لحديث ما تخف هاي التأثيرات وترجع حيويتك بكامل طاقتها وتصير الأجواء إيجابية أكثر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة من الآن ولغاية ساعات الصباح أهمش أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك والفترة هاي ممتازة جدا لحصد التأييد ولكن زي ما حكينا القمر بيقترب لبيت المتاعب معناته بدأ الضغط ابتداء من ساعات الصباح يعني بتبلش تشعر بالضغط الزيادة عليك فعشان هيك حاول أنه هذا اليوم ما تبالغ في مجهودك الجسماني وحاول أنك تنجز اللي بتقدر عليه من عمل متراكم دون إهمال صحتك وما تراهن على الحضوض واحذر من بعض الأشخاص اللي بيتأمر عليك بالخفاء لأنه الخسوف في بيت المتاعب فها بدك تكون حذر حاول أنك في هاي الفترة أنك ما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للآمل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة على الأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جذارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء تهدؤ من روعكم حاول أنك تضبط أعصابك بالفترة هاي لأنها هاي فترة سلبي ومشحون بالمتاعب والتوتر وأيضا مزاجك متقلب ما في داعي لتشويه سمعتك من الآن لغاية ساعات الصباح وإحذر من المغامرات والمجازفات أما في ساعات الصباح بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترفقك رياح مواتي خلال هذا اليوم وبرضو اليوم تقدر تكرر المحاولات السابقة والدعم علاقاتك اللي اجتماعية ولكن بدون فرض السلطة وبدون أي مشاكل ما بينك وبين معارفك أو أصدقائك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو اجراء مقابلة من الآن لغاية ساعات الصباح الأجواء جيدة على هذا المستوى بتقدر تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتنجح بالترويج لعملك وكسب الدعم والتأييد ولكن ما تعتمد على الحضوض كثير أما في ساعات الصباح فيعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جذارتكم للمسؤولين تعتبر هاي فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي والنفسي وحتى على مستوى سمعتك لأن القمر راح يكون في بيت السمعة وأيضا خصوف القمر في بيت السمعة فهنا ممكن يصير في هاي الفترة قلق حول أحد أفراد العائلة أو تواجه مسئولية أو عبء مهني أهمش أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة وحاول أنك ما تغامر وما تجازف وما تشوه سمعتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم من الآن ولغاية ساعات الصباح وبظل في فرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن ما في داعي لأي مغامرة أو مجازفات مالية لأن الفترة هاي لا تصلح لهاي الأمور انتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين واللي بيشتغلوا في مجال البورصة أو الأسهم ينتبهوا من بعض التقلبات المالية أهم شيء ما في داعي للمغامرات المالية وحاول أنك تنهي أي مسائل مالية قبل ساعات الصباح أما في ساعات الصباح بيبلش الجو أحسن فممكن يصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم ولكن بما أنه في خصوف معناته ابعد عن أي مشاكل أو مشاحنات مع أشخاص خارج البلاد أو مع الأجانب تحديدا واللي عنده امتحان أو مقابلة ما في داعي أنه يجازف أو غير غامر أو يعتمد على الحضوض ابترتفع عندك المعنويات تلقائيا لأن القمر في البيت التاسع بيصير في فرص للنجاح ولكن ما تعتمد على الحظ زي ما حكينا وتعتبر هاي فترة إيجابية بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه اليوم ما بجوز إثارة المتاعب اتجنبوا الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحذروا من الحوادث والأعداء أما في ساعات الصباح فالأجواء بتتغير لصالحك تماما فبتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك أو تأخذ المبادرة بالاتجاه المذكور أهم شيء أنك تقدم التنازلات وتراجع عن خطوات أو قرارات سببت لك إزعاج أو عدوات بالفترة الماضية أهم شيء أنه تبعد عن أي مبادرات أو مغامرات مالية بالفترة هاي لأنه ما رح تكون لصالحك برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا اليوم بتكون تنجزوا من الآن ولغاية ساعة الصباح انجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن اليوم تجدوا تعاون من الزملاء نضموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر عندك النشاطات وربما تشعر ببعض التعب لأن القمر بد يصير مقابلك تماما فطاقتك رح تنزل في ساعات الصباح بيصير هذا اليوم أو من ساعات الصباح بيصير هذا اليوم مناسب للقيام بيعمل بيطلب تعاون من طرف ثاني بيوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بدك تحذروا خلال هذا اليوم من الانفعالات لأنه بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها لأن الجو متوتر وممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة فبدك تكون خلال الأيام القادمة صبور وما تتذمر لأنها فترة برضو هارغة تماما من الحظ برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم من الآن ولغاية ساعات الصباح طبعا وبإمكانكم تعزيز العلاقات مع أحبائكم الظروف جيدة ولكن احتمالا نصير فيها بعض القلق اتجاه أحد الأحبة ممكن اتميل له أو الترفيه وممكن يكون فيه سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأحبة عشان هيك بدك تحذر من الخلافات اللي علاقاتهم ضعيفة مع أحباهم فبدهم يتوقعوا الأسوأ ويضبطوا أعصابهم عشان ما تتفاقم الأمور أما في ساعات الصباح الأجواء بتنتقل وبتتحول الأمور اللي إلها علاقة بالعمل والصحة فخلال اليومين القادمات بدك تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية لكن رغم تراكم العمل عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم ما تعتمدوا على أي شخص في هاي الفترة بعد الضغوط اللي إلها علاقة بالعمل واللي إلها علاقة بالصحة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ممكن اليوم تفكروا أو تهتموا أو تحاولوا تعزيز الروابط العائلية ولكن بالرغم من بعض الهواجس اللي بتعيشها أو بعض القلق أو ممكن يكون عندك تبادل زيارات أو قلق بتعلق بأحد أفراد العائلة اليوم رح يكون عندك اتصالات مهمة من الآن ولغاية ساعات الصباح وممكن يسود بعض التوتر بسبب حدث طارق أما في ساعات الصباح فهنا بترغبوا في التقرب والتفاهم مع أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ولكن حاولوا أنه ما يكون في أي تماث أو خلافات أو مشاكل لأنه هذا الشيء ممكن يتطور للأسوأ بعلاقاتكم العاطفية أو علاقاتكم مع أبنائكم بوسعكم اليوم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا تجدوا حليفي بيدعم تصوراتكم أهم شيء أنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات والأهم إنكم ما تعتمدوا على الحضود نهائيا ممكن ترغبوا في استكشاف مناطق جديدة أو تنقلات إلا أجواء تقريبا بيكون فيها بعض الرومانسية ولكن زي ما حكينا الخلافات ما وردي خلال هذا اليوم بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والتنقلات ولكن بتكونوا تحذروا من الآن ولغاية ساعة الصباح أثناء قيادتكم للسيارات أو أثناء تنقلاتكم أو أثناء حواراتكم لأنه ممكن تنفهموا بطريق الخلطة بيستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم إذا التزمتوا بهذه المعلومات أهم شي حاولكم ما تبقوا واحدين وابحثوا عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط أهم أي شي برضو يعني اليوم فيه أشياء كثيرة اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده مناقشة ما يعتمد على الحضوض وبدو يكون مستعد بشكل جيد أما في ساعات الصباح فهنا التركيز رح يصير على الأمور الإله علاقة بالبيت بالعائلة فبإمكانكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شي إنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وحاول إنك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج وإسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته وقدم المساعدة لأي شخص بيلجأ لك أهم شي إنه ما تستغل من ناحية عاطفية وبرضو ما تنفعل وما تعصب إذا يعني صار بعض المشاكل أو ظروف العائلية برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعاً بتظل الفرصة من الآن ولغاية ساعات الصباح متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا مال بيعود لهم أو يحصلوا على هدية ولكن زي ما حكينا ما في ذاعي للمجازفات المالية وقللوا من مصاريفكم ما تتخذوا أي قرارات إلها علاقة بالمال واللي بيشتغلوا في مجال البورصة والأسهم أو المضاربات المالية بدهم يكونوا حذرين بشكل كبير في الأيام القادمة طبعاً اليوم ممكن تهتموا بقضية إلها علاقة بالشراكة أو قضية عمل أو تعالجوا الأمور بشكل دقيق أو تهتموا بالأولويات المالية أكثر أما في ساعات الصباح وما بعد خلال الأيام القادمة كمان تنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات وتعتبر هذه فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة والتعامل مع الإخوة والجيران ولكن البعض ممكن يعاني من بعض المشاكل مع الإخوة أو الجيران أو تنفهم بطريق الخطأ وهذا يسبب لك مشاكل بتكونوا تحذروا أثناء تنقلاتكم وتكونوا مركزين جيد أثناء القيادة بالشوارع وأثناء حركتكم تعتبر فترة إيجابية ولكن عصبيتك ممكن تكون ظاهرة فبدك تضبط عصابك قدر الإمكان الفترة القادمة جيدة للمصالحة والتسوية وتكرار المحاولات السابقة حادروا زي ما حكينا كمان مرة من السرعة وسوء التفاهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة